ونذهب إلى القاهرة والعميد سمير راغب المحلل العسكري سيد العميد هل هناك معلومات توفرت عن نوعية الأسلحة التي استهدفت بها إيران قاعدة عين الأسد وبعض القواعد الأخرى في العراق سواريخ بلاستية لأنني أؤكد سواريخ بلاستية عشان فيها أحد ضيوفك قال دي من سواريخ بلاستية هي سواريخ بلاستية من نوع زلفقار زلفقار ده تطوير لفاتح 110 بمدى في حدود 700 كيلو بيعمل بالوقود الصلب بيطلق بشكل مائل والرأس الحربي انشطارية النوع الثاني هو قيام قيام هو بيتميز طبعا ساروخ زلفقار في ميزة بالمناسبة لازم نشر لها هو ساروخ بلاستي غير مجنح وهو مقطع الراداري صغير فيمكن عدم يعني ممكن يعدي من الحقل الراداري حال وجود دفاع جوي لأن أنا أعتقد أن تم التعامل مع بعض السواريخ على قدر علم يعني مش فكرة أن كل السواريخ عدت وما كانش فيه دفاع جوي النوع الثاني اللي هو قيام قيام بيطلق عمودي بيعمل بالغاز بالوقود السائل لكن العبوة الرأس الحربي مش انشطارية لكن العبوة كبيرة حوالي 600 كيلو في الدقة الزلفقار دقته أعلى يعني الزلفقار دقته أعلى وانشطاري مدى أقل ومش مطلوب مدى لأن كلهما يقدر يوصل فأعتقد لم يتم استخدام دلتا وينجز مثلا كدرونز لم يتم استخدام سواريخ مجنحة كروز يا علي اللي تم استخدامها وعشان كده أنا قلته هو ما نزلش بخوة كبيرة دليل على أنه هو مش عايز يحدث يعني يعني إصابات كبيرة ولكن كلني الدقة وصلت لمكانين ووصلت لمدرج المطار حتى على الأقل سواء كانت أصابت أو لم تصيب طبعا هو ما يقدرش يتحكم بنسبة كبيرة الكسافة برضو لم تكن إمطار صاروخي لأن كل ما بيزيد عدد الصواريخ كل ما بالاحتمالات نسبة الإصابة بتكون أعلى أو بتأكد الإصابة يعني لا أعتقد تم استخدام نوعين نوع آخر والأنواع دي هو استخدمها أول مرة على العلن يعني طبعا هو معظم التطويرين اللي حصلوا كانوا في 2016 لكن تم استخدامهم في أول أكتوبر 2018 كعبيرة للعراق لشرق سوريا فأعتقد هو برضو بيكلم أن احنا برضو في إطار قواعد اللعبة القديمة فيما تعلق بالصواريخ لكن كان الجديد هو استخدام استهداف مطار بالأصالة وليس بالوجهة بالوكير